بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الثاني عشر علمي في درس جديد من دروس مادة الكيمياء المصورة في دراسة خلاص العناصر الانتقالية وهو بعنوان تكوين الايونات المتعددة الجزء الاول هداف الدرس في نهاية الدرس يتوقع ان يكون الطالب قادرا على ان يعدد الخصائص المميزة لأكسيد الحديد المغناطيسي المعروف باسم الماجنيطي ثانيا ان يفسر تنوع الخواص المغناطيسية للعناصر الانتقالية ثالثا ان يقارن بين المواد البارا مغناطيسية والضايا مغناطيسي الخصائص المغناطيسية للعناصر الانتقالية وايوناتها اهمية دراسة الخواص المغناطيسية للعناصر الانتقالية اعلم عزيز الطالب ان دراسة الخواص المغناطيسية للعناصر الانتقالية قد ساهم بشكل كبير في فهمنا لكيمياء العناصر الانتقالية ماذا تعرف عزيز الطالب عن خام المغناطيت وما هو تركيبه؟ صورة امامك لخام المغناطيت توضح تركيبه وهو خام اسود اللوم شديد الصلابة يحتوي على قطع باللورية كما بالشكل مميزات خام المغناطيت اولا هو خام هام جدا من خامات عنصر الحديد ويسمى كيميائيا اكسيد الحديد المغناطيسي مميزاته اولا هو اكسيد مختلط ما معنى كلمة مختلط عزيز الطالب اي انه خليط من اكسيد الحديد الثنائي واكسيد الحديد الثلاثي ف اي او وف اي تو او ثري يعمل كمغناطيس طبيعي قابل للمغناطة الصيغة الكيميائية له ف اي ثري او فور ويتكون بنسبة اثنين الى واحد بين ايون الحديد الثلاثي وايون الحديد الثنائي المغناطيت في الكائنات الحية تنتج بعض انواع البكتيريا هياكل او سلاسل تحتوي على خام المغناطيت كما يبين الشكل الذي امامك توجد بلورات المغناطيت بكثافة في مناقير بعض الطيور حيث يعطي المغناطيت احساسا مغناطيسيا ويعمل كبوصلة داخلية تساعد الطيور على معرفة الاتجاهات تم العثور على المغناطيت في الدماغ البشري تقسيم المواد حسب الخصائص المغناطيسية لها قسم العلماء المواد الى ثلاثة اقسام من حيث الخصائص المغناطيسية النوع الاول الضايا مغناطيسية النوع الثاني البارة مغناطيسية والفر مغناطسي المواد الضاية مغناطسية أبناء الطلاب لا تنجذب نحو المغناطيس البارا مغناطسية تنجذب بشكل ضعيف الفر مغناطسية تنجذب بشدة المواد الضاية مغناطسية أبناء الطلاب لا تملك إلكترونات مفردة في أفلاك المستوى الفرعيدي البارا مغناطسية تملك إلكترونات مفردة الفر مغناطسية تملك إلكترونات مفردة من الأمثلة على المواد الضاية مغناطسية النحاس والذهب والفضة بينما المواد البارا مغناطسية مثل السكانديم والتيتانيوم والفناديم أما المواد الفرومغناطسية فهي مثل عنصر الحديد والنيكل والكوبل ما هي العوامل التي تسبب اختلاف الخصائص المغناطسية للعناصر الانتقالية؟ هناك عاملين أبناء الطلاب العامل الأول هو وجود أو غياب الإلكترونات المفردة في المستوى الفرعي دي إما أن تملك المادة إلكترونات مفردة أو لا تملك العامل الثاني هو اختلاف اتجاه المجال المغناطسي الناشئ من الحركة المغزلية للإلكترونات في الأفلاك الزرية التي يجعلها تعمل كمغناطسات صغيرة يكون اتجاه المجال الناشئ عنها عكس الاتجاه أو في نفس اتجاه المجال المغناطسي الخارجي لاحظ معي عزيز الطالب حالات توزيع الإلكترونات في الأفلاك الزرية في المستوى الفرعي دي أولا أفلاك بها إلكترونات مفردة تغزل في اتجاه واحد وينتج عنها الانجزاب للمغناطس الخارجي انظر بالشكل إلكترونات مفردة وتوجد هذه الأفلاك في المواد البارا مغناطسية والفرومغناطسية ومن أمثلاتها أبناء الطلاب المنجنيز والكوبلت والنيكل وعنصر الحديد أيضا أما النوع الثاني هي أفلاك بها إلكترونات مزدوجة تغزل في اتجاهين متعاكسين وينتج عنها التنافر مع المغناطس الخارجي وعدم الانجزاب إليه انظر كما بالشكل تجد أن كل فلك لديه زوج من الإلكترونات يغزل كل منهما عكس الآخر ويوجد في المواد الضاية مغناطسية مثل عنصر الزنك زد إن أو الخرسين وعنصر النحاس سي يو مقارن بين الخاصية البارا مغناطسية والضاية مغناطسية لبعض العناصر الانتقالية لدينا هنا جدوى الأبناء الطلاب للمقارنة بين المواد البارا مغناطسية والمواد الضاية مغناطسية أولا المادة البارا مغناطسية ابناء الطلاب هي مادة تنجزب نحو المجال المغناطسي الخارجي الضاية مغناطسية هي المادة التي تتنافر مع المجال المغناطسي الخارجي المادة البارا مغناطسية لديها إلكترونات مفردة في أفلاك المستوى الفرعيدي المادة الضاية مغناطسية جميع إلكتروناتها في حالة الزدوات المادة البارا مغناطسية الإلكترونات المفردة لها خصائص مغناطيسية تفقدها بمجرد الابتعاد عن المغناطيس الخارجي أما المادة الضايا مغناطيسية ليس لها أي تأثير مغناطيسي من أمثلة المواد البارا مغناطيسية الحديد والكروم والمنجنيز بينما من أمثلة المواد الضايا مغناطيسية عنصر الخرصين وأيضا عنصر النحاس السمع العلماء المواد التي تجذب المغناطيس الخارجي إلى نوعان النوع الأول أبناء الطلاب ويسمى المواد البارا مغناطيسية ما هي المواد البارا مغناطيسية؟ هي مواد تنجذب للمغناطيس الخارجي بشكل ضعيف وتفقد المغناطة بمجرد إزالة المغناطيس الخارجي وأرجع العلماء ذلك إلى أن الإلكترونات المفردة في أفلاق المستوى الفرعي دي لهذه العناصر لا تكفي لكي تحتفظ بالمغناطيس من أمثلاتها عنصر السكانديم والفناديم والتيتاني تعالى مع عزيز الطالب نقوم بالتوزيع الإلكتروني لهذه العناصر وننظر إلى المستوى الفرعي دي سكانديم سسي تونتي وان أرغون تمنتاشر فورس تو ثري دي وان ثم عنصر التيتانيوم تي آي تونتي تو أرغون تونتي عشر فورس تو ثري دي تو ثم عنصر الفناديم في تونتي ثري أرغون فورس تو ثري دي ثري لاعز عزيز الطالب أن كل منها لديه إلكترونات مفردة ولكنها لا تكفي لكي تحتفظ بالمغناطي النوع الثاني من المواد التي تنجذب إلى المجال المغناطيسي الخارجي بناء الطلاب هو المواد الفرومغناطيسية تعريف المواد الفرومغناطيسية هي مواد تنجذب بقوة إلى المغناطيس والمجال المغناطيسي الخارجي وفيها تترتب أقطابها المغناطيسية الناشئة عن غزل الإلكترونات في اتجاه واحد لجذب المجال المغناطيسي الخارجي مثال على ذلك عنصر الحديد والنيكل معا سويا نقوم بعملية التوزيع الإلكتروني لبعض العناصر الفرومغناطيسية لنتعرف على تركبها الإلكتروني الحديد FE 26 أرجون 4S2 3D6 هنا الحديد سوف يكون لديه أربعة إلكترونيات فردية في أفلاك الدي ثم عنصر الكوبة لتابناء الطلاب 27 أرجون 4S2 3D7 وسوف يكون لديه ثلاثة إلكترونيات مفردة في أفلاك الدي كيف يمكن تفسير الخاصية الفرومغناطيسية لبعض العناصر الانتقالية مثل عنصر الحديد انظر معي عزيز الطالب إلى التركيب الإلكتروني لعنصر الحديد حسب قاعدة هند 4 إلكترونيات مفردة في أفلاك الدي لاحظ معي هذه الإلكترونيات اتجاه المجالات المغناطيسية الناشئة عن غزل الإلكترونيات المفردة مرتب في اتجاه واحد بهذا الشكل واتجاه المجال المغناطيسي الخارجي مرتب بهذا الشكل فتنجذب إليه والتفسير إذن يكون اتجاه مجال المغناطيسات الصغيرة الناشئة من غزل الإلكترونيات المفردة في زرة الحديد في نفس اتجاه المجال المغناطيسي الخارجي لذا تجذب المغناطيس الخارجي بقوة ولهذا السبب يعتبر الحديد مادة في الرو مغناطيسي تدريب ادرس العناصر الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها زن زد إن 30 منجانيس 25 تيتانيوم تي آي 22 سي يو 29 السؤال هنا صنف هذه العناصر إلى مواد بارا مغناطيسية ودايا مغناطيسية لنستطيع ابناء الطلاب أن نصنف قبل أن نقوم بعملية التوزيع الإلكتروني تبقى لمبدأ أفباو وقاعدة هن هيا بنا نقوم بعملية التوزيع للعنصر الأول وهو عنصر الزد إن الخرسين زد إن عدد الزرري 30 أرجون 4S2 3D10 العنصر الثاني المنجانيس MN عدد الزرري 25 أرجون 4S2 3D5 العنصر الثالث هو Titanium Ti 22 أرجون 4S2 3D2 ثم بعد ذلك عنصر النحاس C U أرجون وتذكر أن له توزيع خاص 4S1 3D10 ننظر إلى توزيع هذه العناصر حسب قاعدة هند عنصر الزن كل الإلكترونيات في أفلاك المستوى الفرعي دي في حالة ازدواك كما ترى أسمع البعض يقول أنه مادة ضايا مغناطيسية والإجابة صحيحة إذن هذا العنصر هو مادة ضايا مغناطيسية لأن ليس لديه إلكترونيات مفردة في أفلاك الدي عنصر المنجانيز أبناء الطلاب نلاحظ وجود خمسة إلكترونيات مفردة فعلا هو مادة بارا مغناطيسية عنصر التيتانيوم هل تعتقد أنه مادة بارا مغناطيسية أم ضايا مغناطيسية عزيز الطالب؟ نعم أحسن أنه مادة بارا مغناطيسية لوجود إلكترونيات مفردة عنصر النحاس ماذا تتوقع؟ فعلا هو مادة ضايا مغناطيسية مثل عنصر الزن إذن وجدنا أن هنا عنصر الزنك والنحاس عنصرين كلاهما دايا مغناطيسي أما المنجانيز والتيتانيوم فهي مواد بارا مغناطيسية اذكر السبب العلمي مرتبط بالسؤال السابق احتفاظ بعض المواد بالمغناطة بعد إزالة المغناطيس الخارجي هناك بعض المواد بعد إزالة المغناطيس تحتفظ بالمغناطيسي الجواب السبب أبناء الطلاب أن هناك إلكترونيات مفردة في أفلاك المستوى الفرعيدي ينشع عن الحركة المغزلية لها مجال مغناطيسي في اتجاه واحد وفي نفس اتجاه المجال المغناطيسي الخارجي فتنجذب إليه وتحتفظ بالمغناطة وقد سبق وتحدثنا عنها وقلنا أنها مثال عنصر الحديد وعنصر المنجانيز والكوبل وهكذا والآن أبناء الطلاب قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم ومع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح بإذن الله تعالى وإلى اللقاء في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته